وللمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن سعي الاحتلال الصهيوني لاغتصاب منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح والهجوم على المسجد الأقصى ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مقرر القسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العنواني أهلا بك معنا دكتور ثامر حي لكم الله أهلا بك دكتور بداية يعني أصدرتم في هيئة علماء المسلمين في العراق بيانا بشأن سعي الاحتلال الصهيوني لاغتصاب منازل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح وكذا الهجوم على المسجد الأقصى كيف تنظرون إلى هذه الانتهاكات وتزايدها في الفترة الأخيرة حقيقة ما يجري في حي الشيخ الجراح وجريمة مستنكرة ومدانة يرتكبها قوات الاحتلال الكيان الصهيوني من أجل أن يطردوا الفلسطينيين من أماكنهم من منازلهم من أرضهم من وطنهم ويستفردوهم بطريقة غير شرعية بطريقة المحتلة الغاصب لكي يطردوا الفلسطينيين بكل جبروت وتعنت من أرضهم وهو يعتبر جريمة أو نوع من الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين فهي جريمة ضد الفلسطينيين وقف الفلسطينيون منددون ضد الجهاكات الصارخة بحقهم نعم وصفتم ما يحدث في القدس والأقصى بالجريمة المركبة ما أثر هذه الانتهاكات على شكل التركيبة الجغرافية وديمغرافية للأراضي العربية في فلسطين حقيقة معلوم للعالم جميعا والعالم الإسلامي أيضا والعرب والفلسطينيين خصوصا أن ما يجري هو محاولة من قبل الاحتلال لإزاحة جميع الفلسطينيين من أرضهم وطردهم والاستيطان الأصفهيوني لهذه الأراضي من أجل أن يمحى الوجود الإسلامي العربي الفلسطيني من الأراضي الفلسطينية من أرضهم من وطنهم وهذا يسير منذ سنين تمارسه قوات الاحتلال تطرد الفلسطينيين وتستلب أموالهم وتستلب ممتلكاتهم وتطردهم من بيوتهم شاهدنا مآسي شاهدنا مشاهد فيديوهات ومقاطع يعني يندى لها جبين الإنسانية عندما تطرد العائلة من بيتها ويأتي المستوطنون من الكيان الصيوني ويغتصبوا هذا البيت ويطردوا أحالي البيت الحقيقيين في الشارع فهي انتهاكات صارقة الحق الفلسطينيين الغاية منها هو السيطرة بالكامل على الأراضي الفلسطينية والمتلكات الفلسطينية من أجل تغيير ديمغرافي تغيير في خريطة الجغرافية في القدس خصوصا الشرقية والغربية واستحواذ عليها والاستيلاء عليها واقتصابها بالكامل لصالح الكيان الصيوني في ظل تراجع المجتمع الدولي كيف تنظر لموقف المقدسيين أمام هذه الهجمة الصهيونية الشرسة حقيقة لاغتصاب مقدساتهم وأملاكهم أيضا حقيقة الفلسطينيون قد سطروا ملاحم كبيرة ملاحم جعلت قوات الاحتلال المتغطرسة التي تمارس القوة المفرقة في طرد الفلسطينيين من المسجد الأقصى وضربهم بالقنابل الغازية وضربهم بالرصاة واجهوها بصدور عارية واجهوها بهتافات الله أكبر حتى استطاعوا أن يصدوا هذه الهجمة الشرسة التي يحاول الاحتلال الصهيوني أن يفرغ المسجد الأقصى خصوصا في رمضان كي يفسحوا المجال المتطرفين من الكيان الصهيوني أن يدخلوا يوم عشرة من هذا الشهر من أجل أن يجعلوا هذه الدخول المتكرر للمتطرفين الصهيوني أمرا طبيعيا يستطيعه جميع المسلمين والعالم لكي يجعلوا المسجد الأقصى يغيروا في المسجد الأقصى ليكون خاصا بهم ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التخسيم ثم بعد ذلك تأتي مرحلة الهدم وبناء المعبد الذي يزعمه الصهيوني طيب دكتور ثامر في ظل كل ما تحدثت وتفضلت به ما هو الواجب الآن على الشعوب العربية والإسلامية في هذه المرحلة الحرجة من عمري القضية الفلسطينية ومقدساتها حقيقة الواجب كبير على الأمة الإسلامية وعلى الأمة العربية وعلى جميع حرار العالم لأننا نتكلم عن مقدسات المسلمين عن القدس الذي هو أحد شعائر المسلمين وأحد الأمور المقدسة لدى المسلمين فلابد من وقفة حقيقية وقفة حقيقية ضد هذا الكيان الصهيوني الغاصب ضد الاحتلال وابتداء أن تبدأ من الأنظمة العربية التي لابد عليها من أن تتوقف تعاملها وتقاطع الكيان الصهيوني الغاصب وأن تقف بجدية مع الشعب الفلسطيني في كفاحه ونضاله ضد الاحتلال الصهيوني الغاصب فلابد من مساندة أهل فلسطين في الدعاء في المؤتمرات في دعمهم بالمال في دعمهم بكل ما يمكن أن يصل إليهم للوقوف أمام الاحتلال الكيان الصهيوني وطرده من القدس وأيضا من جميع الأراضي الفلسطينيين نعم إذن كنت معنا عبر الهتف من عمان مقرر القسم السياسي لهيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني شكرا جزيلا لك